بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالغبات حالا ومرحبا لكم أيها الأهبة في مدد اللغة العربية الاثنين ونحن الآن في باب الحال قال الناظم الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب هذا البيت يشير لنا تعريفا عن حال وهو المقصود بالحال المؤسسة فالحال من حيث دلالته المعنوية تنقص به تسمعين الأول حال مؤكدة والثاني حال المؤسسة حال المؤسسة والذي معنا في البيت هو تعريف الحال المؤسسة وهو وصف فضلة منسوب يبين هيئة صاحبه عند وقوة الفئلة أيها أو نقول اسم منسوب اسم النقر منسوب يأتي بعد جملة تامتن لبياني الهيئة بالنسبة له إلى حال المؤسسة سألناها كيف جاء محمد فجواب راكبا فراكبنا حال هذا هو ما يتعلق بتعريف الحال والآن نأتي إلى النقطة التي بعدها وهو أوصاف الحال أو بإمكان كذلك أن نقول سرود الحال قال الناظم وَقَوْنُهُ مُنْتَكِلًا مُشْتَقَّى يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُشْتَحَقَّى للحال أربعة أوصاف للحال أربعة أوصاف الأول أن تكون مُنْتَكِلًا أو مُتَنَكِّلًا لَا ثَابِتَ ومعنى مُتَنَكِّلًا أي لا يُلَازِم صَحِبَها فَقَوْلُنَ مَثَلًا جاء بَقْرٌ ضَاحِكًا فضَاحِكًا هنا وَسْفٌ مُتَنَكِّلًا لأن بَقْرٌ قَدْ يَكُونُ ضَاحِكًا وَقَدْ لَا يَكُونُ ضَاحِكًا فَهُوَ إِذَاً وَسْفٌ غَيْرُ لَازِمٍ وهوَ مُتَنَكِّلًا ثم الثاني الوصف الثاني هو أن تكون مُشْتَقَّةً لَا جَامِدًا ومعنى مُشْتَقَّةً أي يأتي الحال على سيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو مَسْدَر لا غير ذلك وهو معنى مُشْتَقَّةً وَقَدْ يَأْتِي جَامِدًا فِي مَوَاذِئًا مِنْهَا إِذَا كَانَ جَامِد مُعَوَّلَ بِالْمُشْتَقَّةً وَأَشْهَرُهَا أَرْبَعْ مَوَاذِئًا الْأَوَّلْ أَنْتَدُولَ عَلَا أَتَّشْبِيهِ عَلَ الْعَدُوِي مُشَبْهًا إِذَا أَوَّلْ نَاهَا بِالْمُشْتَقْ فَمَأْنَهُ مُقَابَضَةً وَالثَّالِثَ أَنْتَدُولَ عَلَا سَعْرٍ نَاهُوُ بِالْقَمْحَ سَعْرًا بِثَلَاثٍ أي بِالْقَمْحَ مُسَعْرًا كُلَّ سَعْرٍ بِثَلَاثٍ هذا على تأويل المستق أي مُسَعْرًا أي مُسَعْرًا كُلَّ سَعْرٍ بِثَلَاثٍ والرَّبِئًا تَدُولَ عَلَى التَّرْتِبِ وهو مثلاً خَرَجَتُ اللَّابُ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً فمأناه إذا أولناه بالمستق خَرَجَتُ اللَّابُ مُرَتَّبِينَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَلَ النَّاظِمُ وَالْحَالُ إِنْعُرِّفَ لَفْضًا فَأَتَكِدْ تَنْكِرُهُ مَأْنًا كَوَحْدَكَ إِجْدَهِ فهنا يأتي الوصف الثالث ثَلَاثًا 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 إِجْدَهِ أَوْ مَا هُوَ بِمَعْزِلَ النَّكِرَةِ كَالْجُمْلَةَ الْوَاكِئَةَ حَالًا الآن الوصف الثالث قَالْبِ آنَّا أَلْحَالُ يَأْتِ فِي الْغَالِبِ نَكِرَةً يَأْتِ فِي الْغَالِبِ نَكِرَةً وهو في مثل قولنا جاء محمد راكبا جاء محمد راكبا فراكبا هنا آنكرا ثم قال النظم ومسدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع والفسف الرابع هو أن الحال لا بد أن تكون نفس صاحبها في المعنى وهذا هو الغالب الرابع الغالب أن الحال لا بد أن يكون نفس صاحبها في المعنى فمثلا قولنا جاء خالد مسرورا فخالد ومسرور هو نفس المعنى الحال وهو مسرور وصاحبه هو خالد هو نفس المعنى لأن المقصود به المسرور هو خالد وخالد هو مسرور ثم الآن نأتي إلى نقطة مهمة وهو بقوء صاحب الحال نجرة قال النظم ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يقصص أو وبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي مرء على مرء مستسهلا هو في الأصل أن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة لأنه يشبه بالمبتدأ والمبتدأ لا بد أن يكون معرفة فكذلك صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة لكن في حال من الأحوال قد يأتي صاحب الحال نكرة أو منكر بشرط مذكورة إن شاء الله تعالى الأول أن يتقدم الحال على صاحب الحال نحو أتاني سائلا رجل فهنا سائلا حال ورجل صاحب الحال إذا تقدم الحال على صاحب الحال فهنا يجوز أن يكون صاحب الحال منكر الثاني أن يخصص صاحب الحال بوسف أو إذا وفح فالوسف نحو جاء رجل ضعيف سائلا فسائلا حال ورجل هنا صاحب الحال وهو موسوف وضعيف صاحب الحال جاء منكر لكونه مخصص بصفة أما من حيث الإضافة مثلا جاء أولام هند مسرور فمسرور حال وأولام صاحب الحال نكره لكونه ماذا مخصص بالإضافة الثالث أن تقع أن يقع صاحب الحال بعد نفي أو نهي أو استفهام فالنفي مثلا ما ندم طالب مجتهد فمجتهد حال وطالب صاحب الحال وهو منكر لمجيئه بعد نفي لا تشرب في كوب مخصور حال وكوب صاحب الحال منكر لمجيئه بعد النهي هل أتاك رسول مباشر حال ورسول صاحب الحال منكر لمجيئه بعد استفهام هذه هي بعض حالات صاحب الحال منكر وهو ثلاثة مواد ثم نأتي إلى نقطة أخرى مهمة وهي تقدم الحال على صاحب الحال قال النازم وسق حال ما بحرف جر وسق حال ما بحرف جر أبو ولا أمنعه فقط ورد هنا صاحب الحال في الأصل أن يأتي الحال بعد صاحب الحال بل بعد العامل وصاحب الحال هنا إذا كان صاحب الحال مرفوع مرفوعا أو منصوبا فيجوز تقدم الحال على صاحب الحال هنا مثلا رجع القائد منصورا لا تشرب الماء كدر يجوز أن نكون رجع منصورا القائد يأتي الحال قبلها الفاعل وكذلك نكون لا تشرب كدر الماء يأتي الحال قبل مفعول به فهنا يجوز بدون قائد إذا جاء ماذا؟ بدون قائد يجوز أن يأتي الحال قبل صاحب الحال لكن جواز التقدم مشروط إذا لم يوجد ما يجب التقدم ولا ما يجب التأخير بمعنى أنه إذا كان هناك حالات يجب فيه تقدم صاحب الحال على الحال فإنه لا يجوز أن يتقدم الحال على صاحب الحال أو إذا كان هناك حالات يجب فيه أن يكون الحال متقدمة على صاحب الحال فلا يجوز أن يكون الحال متأخرة عن صاحبها فمثل وجوب مثل وجوب تقدم الحال على صاحبها أن يكون صاحب الحال محصورا نحو ما جاء راكبا إلا أسامة فهنا أسامة صاحب الحال يأتي متأخيرا وراكب الحال يأتي متقدم فهنا لكون صاحب الحال محصورا يقع بعد ما للحصر وإلا فهنا صاحب الحال أسبح محصورا فهنا يجب أن يتأخر عن حالها والثاني أن تكون الحال محصورا الآن إذا كان الحال محصورا فهنا يجب أن يتقدم صاحب الحال على الحال مثل ذلك ما جاء أسامة إلا راكبا فراكبا نحال لكونه محصورا فلا يجوز أن يتقدم على صاحبها أما إذا كان صاحب الحال مجرورا أما إذا كان صاحب الحال مجرورا فهنا إذا كان مجرورا بالإضافة مثل ذلك لست في المكتبة مرتبتا فمرتبتا هنا حال وصاحبها المكتبة مجرورا بحرف الجر الأسلي فهنا لا يجوز على مذهب الجمهور أن يتقدم الحال على صاحبها ثم الآن نأتي إلى مسألة أخرى وهو مجيء الحال من المضاف إليه سؤال هل يأتي الحال من المضاف إليه؟ هل يأتي الحال من المضاف إليه؟ الأسل أنه لا يأتي الحال من المضاف إليه الأسل أنه لا يأتي الحال من المضاف إليه إلا في ثلاث مواضع إلا في ثلاث مواضيع الأول أن يكون المضاف مما يصح أن يعمل في الحال كسم الفاعل والمسدر ونحوها ومثال ذلك هذا كاتب الدرس واضحا هذا كاتب الدرس واضحا واضحا هنا حال وصاحبها الدرس وهنا يأتي الحال من المضاف إليه وهنا يجوز لماذا؟ لأن المضاف وهو كاتب يصح أن يعمل في الحال لأن المضاف اسم الفاعل الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه نحو أعجبتني أسنان الرجل نظيفا فنظيفا الحال وصاحبها الرجل وهو مجرور بالإضافة فهنا يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه لأن المضاف جزء من المضاف إليه وهو الأسنان جزء من الرجل والثالث أن يكون المضاف بمنزلة الجزء من المضاف إليه بأن يسيح حظ المضاف إقامة المضاف إليه مقامه دون أن يتأثر المنى فمثال ذلك تمتعت بجمال الحديقة ناظرة فنادرة هنا حال والحديقة صاحب الحال هنا وصاحب الحال مجرور بالإضافة فهنا يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه لكون المضاف جزء من المضاف إليه كما يمكن أن يكون المضاف إليه مقام المضاف فأيسيح أن نقول تمتعت بالحديقة ناظرة بحث في جمال هنا تمتعت بالحديقة ناظرة هذا هو ما يتعلق بمجيء الحال من المضاف إليه ثم الآن نأتي إلى نقطة أخرى مهمة وهو تقدم الحال على عامل مما سبق بيانه قبل قليل أنه يجوز أن يتقدم الحال على صحيح بها والآن هل يجوز أن يتقدم الحال على عاملها بمعنى في الترتيب الأصل أن يأتي العامل في الأول ثم صاحب الحال في الثاني ثم الحال في الثالث ما مروا معنا قبل قليل أنه يجوز أن يتقدم الحال على صحيح بها يعني يأتي العامل ثم الحال ثم صاحب الحال وهنا الآن هل يجوز أن يتقدم الحال على العامل وصاحبها في نفس الوقت أي بمعنى أن يأتي الحال في الأول ثم العامل في الثاني ثم الحال في الثالث فالجواب ماذا؟ يجوز أن يتقدم الحال على عامله في موضعين الأول هذا معنى أن الأصل أنه لا يجوز أن يتقدم الحال على عاملها إلا في موضعين إلا في موضعين والأول أن يكون العامل في الحال فئلا متصرفا أي إذا كان العامل فئلا متصرفا فإنه يجوز أن يتقدم الحال على صاحبها ومثال ذلك جاء المذنب معتادر جاء المذنب معتادر فجاء هنا فئل متصرف فئل متصرف فهنا يجوز أن يتقدم الحال على العامل فنقول معتادر جاء المذنب الثاني أن يكون العامل سفة تشبه الفئل في التصرف يعني أن العامل سفة تشبه الفئل المتصرف مثل إشام منطلق مسرع فهنا العامل منطلق فمنطلق هنا سفة تشبه فئل التصرف لأن فئله انطلق فهنا يجوز أن يتقدم الحال على العامل فنقول هشام مسرع منطلق هذا هو هذه أو هذه هي موضعين أو هذان هما موضعين التي وقعت الحال وتقدمة على العامل ونعود إلى الأصل أن الأصل لا يجوز أن يتقدم الحال على العامل إلا في هذين الموضعين ومعنى ذلك أنه إذا كان العامل ليس فئلا متصرفا وهو فئل جامد أو ليس صفة تشبه الفئل المتصرف وهو تشبه الفئل الجامد فهينئذن لا يجوز أن يتقدم الحال على عاملها أي بمعنى واجب تأخير الحال على عاملها ثم قَالَ أَنَّذِمُ وَعَامِلٌ دُمِّنَا مَأْنَ الْفِئِلَّ حُروفَهُ مُؤَخْرًا لَنْ يَأْمَلَا كَادِلْكَ لَيْتَ وَكَأَنَّ وَنَدَرْ نَحْوُ سَعِيدٌ مُسْتَقِرًا فِي هَجَرٌ هنا ذكر مسألة ثالثة لا يجوز تقدم الحال فيها على عاملها الأول أنه لا يجوز أن يتقدم الحال على عاملها إذا كان الفئل جامدا الثاني لا يجوز أن يتقدم الحال على عاملها إذا كان العامل صفة تسبه فئل الجامد والثالث لا يجوز أن يتقدم الحال على عاملها إذا كان العامل معنويا أي والمرد بالعمل معنويا كل لفظ تضمن معنى الفئل دون حروفه أكرر كل لفظ تضمن معنى الفئل دون حروفه أي بمعنى أن العامل في الأصل أنه ليس فئلا لكن معناه هو معنى الفئل فمثال ذلك كأسماء الإشارة وهروف تمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور فإذا قلنا هذا منزلك واسعا هذا منزلك واسعا فهذا ليس فئلا لكن معناه فئل وهو أشير هذا منزلك واسعا فهنا الحال لا يجوز أن يتقدم الحال على العامل لأن العامل معنويا ومثل ذلك مثلا في التمني لا يجوز أن يتقدم الحال على العامل مثل ذلك التشبيه كأن الباخرة واكفة فالحال لا يجوز أن يتقدم على العامل ثم نأتي إلى مسألة أخرى وهو تعدد الحال ماذا؟ فالسورة الأولى مثلا رجع الجيسو منتصرا منتصرا غانما فهنا فهنا الحال أكثر من واحد منتصرا حال وغانما حال وصاحبها مفرد أما الثاني وهو تعدد الحال وتعدد شاحبها مثل الأول الثاني الثاني أن يختلف في المعنى أي أن يتحدى في المعنى وَجَلِسِن حالٌ لِتُلَّبِهِ الْحَالَ الْمُؤَكِّدَةِ وَهُوَا مَا لَا يُفِيدُ مَأْنًا جَدِيدًا وَإِنَّمَا أَكَّدَ مَا قَبْلَهَا من الجملة أو من الْكَلِمَةِ أو من مرمون الجملة لذلك تنقسم الحال المؤكدة إلى ثلاثة أقسام الأول مؤكدة لعاملها وهي كل وصف تل على معنى عامله إما خالفه لفظا أو وافقه لفظا مثال ما وافقت عاملها لا تظلم الناس باغيا لا تظلم الناس باغيا فباغيا هنا حال من العامل وهو ماذا وهو لا تظلم بمعنى الظلم لأن الباغيا والظلم هو اتفقت في المعنى اختلفت في اللفظ اتفقوا في المعنى اتفقوا في المعنى لكن اختلفت في اللفظ ومثال ما اتفقت لفظه ومعنى وارسلناك للناس رسولا رسولا هنا حال والعامل ارسلناك فهنا الحال والعامل ماذا اتفقت في المعنى واللفظ فهنا الحال هنا يؤكد عامله كذلك في لا تظلم الناس باغيا هنا الحال يؤكد عامله والنوع الثاني المؤكدة لصاحبها ومثال ذلك مررت على ما في المكتبة جميعا مررت على ما في المكتبة جميعا فجميعا حال وصاحبها المكتبة فهنا جميعا يؤكد صاحبه وهو المكتبة لأن هنا المعنى مررت على ما في المكتبة أي للعموم مررت على ما في المكتبة أي جميع ما في المكتبة فيقول جميعا حال على صاحبها والثالث مؤكدة لمذمون الجمع أي أن اغتياء الحال يؤكد أو يؤكد على ما يتضمن به الجمع وقبله مثاله محمد أبوك أتوفا أتوفا حال يؤكد مذمون الجمع الذي قبله فهنا كلمة أبو لأن الأبوه يتضمن معنى الأبوه في وضع أمره أو في أسل وضعه أنه كذلك يتضمن معنى الأطف فهنا أسبح أطف يؤكد ما تضمن هذه المعنى وهو متضمن في كلمة أو مؤسسة وهو ما ينتبك على استلاح الحال في الإطلاق ثم أساني الحال المؤكدة والآن والآن نأتي إلى أنواع الحال من حيث إفراد من حيث إفرادها وكذلك عدمه وهو ما يتعلق من حيث نحن لهون في محلي نسب حال أما في مثال الفئلية هجاء المذنب يعتذر أن ذنبه فيعتذر أن ذنبه جملة الفئلية في محلي حال فهنا نبه الشارع ويسترد في الجملة الواقعة حالا أن تستمل على رابط يربطها بصاحب الحال ليكون المعنى متسلا بين الجملة أي بمعنى أن الحال إذا تقع جملة فلابد أن يكون في الجملة رابط يربط بين هذه الجملة وبين صاحب الحال وهذا الرابط ثلاثة أنواع الأول الواق وتسمى واب الحال نحو تخلنا والواعد يتكلم فالجملة واعد يتكلم حال حال هذه الجملة يتضمن أو يستمل على تستمل على رابط وهو وهو الحال والثاني الضمير الذي يرجع إلى صاحب الحال نحو سامد سامد الخطيبة يأسر القلوب بحسن لفظه فكلمة أو جملة يأسر القلوب بحسن لفظه جملة في محل نسب حال وهنا يتضمن أو يستمل على ضمير يرجع إلى صاحب الحال وهو المجرور ها المجرور الثاني الواب والذمير معا الواب والذمير معا نحو استقبل الناس رمضان وهم فارحون هنا وهم فارحون جملة اسمية في محل نسب حال وهذه الجملة تشتمل على الرابط وهو الحال والذمير هم الذي ترجع إلى صاحب الحال وهو الناس هذه هي ما تيسر لنا في تنهل هذا الدرس إذن الخلاص أن الحال هو وصف فضل منسوب تأتي بعد جملة تامة لبيان الهيئة وهو ينقسم الحال من حيث دلالة المعنوية إلى الحال المؤسسة أو المبينة وهي ما تفيد معنا جديدا والثاني الحال المؤكدة وهي ما لا تفيد معنا جديدا وإنما يؤكد ما قبلها إما يؤكد عاملها أو صاحبها أو يؤكد مضمون الجملة وكذلك من أوصاف الحال أو سروط الحال أن تكون متنكلة أن تكون صفة متنكلة وأن تكون نكرة وأن تكون نفس صاحبها في المعنى وكذلك أن تكون مستقه كذلك من أنواع الحال إما مفرد وهي ما ليس بجملة أو شبه جملة وكذلك شبه الجملة وهي ضرف واجر ومجر والثالث الجملة وهي اسمية أو فئلية كذلك يمكن أن يقوى الحال من اسم جامد أو جامد وهي في المواضع إما أن يكون مؤولا بالمستقه أو غير مؤول بالمشتقه وكذلك أن صاحب الحال في الأصل أن يكون معرفة لكن في حالات معينة يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة والعامل في الحال هو العامل في الحال هو العامل نفسه في صاحبها الذي ذكرت الحال لتبجن هيئته كذلك يجوز أن يتقدم الحال على صاحبها إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا بدون قيد لكن إذا كان صاحب الحال مجرورا فلا يجوز أن يتقدم الحال على صاحب الحال كذلك الأصل لا يجوز أن يتقدم الحال على العامل إلا إذا كان العامل فئلا متصرفا أو صفة تشبه الفئلة المتصرف فهنا يجوز أن يتقدم الحال على صاحب الحال هذا هو ماذا يسر لنا لقاء إلقاءه في هذا الدرس ونستعفقكم من جميع التقصيرات ترجمة نانسي قنقر